طبعا ولله الحمد السنة هي السنة السابعة للتوالي اللي حافظت فيه مملكة البحرين على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجة الأمريكية المعني بمكافحة الاتجارة بالأشخاص طبعا هذه التقارير سواء السابعة وما قبلها ارتكز على المرتكزات الأساسية لا سيما البنية التشريعية لأن مملكة البحرين موجود فيها قانون لمكافحة الاتجارة بالأشخاص كذلك موجود أدوات تنفيذية التي نص عليها القانون من أهمها إنشاء اللجان الوطنية وعلى رأسها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجارة بالأشخاص المعنية بوضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بمكافحة الاتجارة بالأشخاص النقطة الثانية هي إنشاء نيابة متخصصة لمكافحة الاتجارة بالأشخاص حيث تم تدريب كافة عضاء هذه النيابة على مهارات التحقيق والتصرف في جرائم الاتجارة بالأشخاص كذلك تم الإشادة إلى نظام حماية الأجور في مملكة البحرين وما تقدمهم المملكة من تشريعات ودوات تنفيذية بهذا الخصوص طبعاً قبل إنشاء نيابة الاتجارة بالأشخاص كان التحقيق منحصر في نيابة العاصمة ثم ارتع سعادة الناب العام الدكتور علي بن فاضل ابو عينين إنشاء نيابة متخصصة لمكافحة الاتجارة بالأشخاص وهي نيابة الاتجارة بالأشخاص اختصاصها كما نص عليها القرار هي التحقيق والتصرف في قضايا للتجارة بالأشخاص كذلك التفتيش على دار الإيواء الذي يتم فيه داع ضحايا للتجارة بالأشخاص للتأكد من تنفيذ كافة القرارات التي أصدرتها النيابة العامة في هذا الخصوص كذلك رفع التوعية لممور الضبط القضاء والأعضاء النيابة العامة في طرق المستحدثة للتحقيق في مثل هذه الجرائم طبعاً جريمة للتجارة بالأشخاص كما هي معلومة أنها جريمة مركبة ومعقدة بالتالي الوصول إلى الأدلة والتحقيق مع الجنات تتطلب مهارات في عضو النيابة العامة على هذا الأساس تم وفق وتكليف كافة العضاء بالحضور في دورات داخلية وخارجية للتعرف على الطرق المستحدثة سواء الإلكترونية أو عادية لارتكاب الجريمة طريقة الوصول إلى الأدلة طريقة تحصيل الأدلة كذلك جانب آخر فيما يتعلق بالحماية الجنائية للضحايا بموجب القانون والقرارات الصادرة مسعادة الناب العام بإنشاء مكتب لحماية المجنية عليهم والشهود نتعامل مع هذا المكتب لتوفير الحماية الجنائية للضحايا كذلك عند إداعهم دار اللواء نوفر لهم الرعاية الصحية والطبية والنفسية وهذه كلها جزء لا يتجزأ من الحماية الجنائية التي توفرها مملكة البحرين لضحايا الاتجار بالأشخاص على وجه الخصوص ترجمة نانسي قنقر